موسيقى الطائرات الروسية تستدف أحياء درعا موالينة انتهاء الهدنة في المدينة تنظيم داعش محاصر في الموصل القديم وأفراده يحتمون بالمدنيين ومنظمات حقوقية تطالب بتجريم أممي لاستغلال الحوثيين للأطفال أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الملف السورية إذ شنت الطائرات الروسية منتصف ليلة الاثنين أولى ضرباتها الجوية على أحياء مدينة درعا ومنطقة غرز جنوب سوريا بعد انتهاء هدنة الثمانين وأربعين ساعة التي تم الاتفاق عليها بضمانات أمريكية روسية إذ أسفرت الضربات عن قتل وجرح عدة أشخاص ليتلوها تصعيد عسكري من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له تمثل باستئناف القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ أرض أرض من نوع فعل إلى ذلك سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حي البياطرة البتاني الواقع شرق مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين فيما أعلن التحالف الدولي أنه أسقط طائرة عسكرية تابعة لقوات الأسد في الرقة تفاصيل أوفى مشاهدين في سياق التقرير التالي مع اقتراب حسم المعركة في الرقة وبعد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي سيطرت القوات على حي البياطرة على الواقع شرق مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي حي البياطرة الذي يعد من أول الأحياء التي سيطرت عليها سوريا الديمقراطية في مركز مدينة الرقة خلال الأيام العشرة الماضية إضافة إلى أحياء السباهية والرومانية والمشلب والصناعة في شرق المدينة ومن نحو ثلاثة أيام مضى تستمر الاشتباكات بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم الإرهابي في الطرف الغربي للمدينة مثل أحياء البريد وحطين والقادسية وسط تقدم كبير للقوات وفي تحول تكتيكي مهم لمجريات المعركة سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة شيخ جمعة قرب المدخل الجنوبي للمدينة حيث أهملت سوريا الديمقراطية الجهة الجنوبية من بدء عملياتها للسيطرة على مدينة الرقة لدفع أناصر التنظيم للهروب من هذه الجهة باتجاه مدينة دير الزور والبادية السورية كما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية من جانب وتنظيم داعش الإرهابي من جانب آخر على محاور في أطراف قرية كسرة جمعة عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات بجنوب مدينة الرقة وعلى الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها يتقدمون ببطء لتجنب فخاخ عناصر تنظيم داعش تشير المعطيات الحالية إلى أن الدور الذي تلعبه قوات التحالف في معركة الرقة هو الأكبر مقارنة بالمعارك السابقة التي شاركت فيها بقتال داعش وبالتحديد موضوع المشاركة البرية من خلال وحدات خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن اليوم عن إسقاطه لطائرة عسكرية تابعة لنظام الأسد في الرقة بعدما أسقطت خنابلة على القوات التي تقاتل داعش في شمال سوريا كما تسببت الضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي والقصف المكثف على مدينة الرقة وأطرافها والعمليات العسكرية التي شهدتها المدينة من قصف وتفجيرات واشتباكات مع قوات عملية غضب الفرات في مقتل ما لا يقل عن 142 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قياديون محليون مع تواصل عمليات تحرير المناطق التي يحتلها داعش في سوريا تتكشف خفايا التنظيم من انتهاكات بحق الأهالي خاصة أولئك الذين يسجنون في أحى سجونه الأمنية المحامي فيصل الأحمد الذي اعتقله داعش بعد تلفيق تهمة التخابر مع نظام الأسد تتحدث عن تجربته متابعة المدخل الأول للسجن من هذا الباب تبدأ عملية المراقبة للسجن عن طريق الكاميرات كان فيه هناك كاميرا في هذا المكان أي واحد داخل للسجن يراقبونه لأنه حتى ما في ثغة بين بعضهم عناصر التنظيم ما في ثغة طبعا هذا السجن في سراديب كثيرة ومخارج سرية تحت الأرض تخرج مسافة 300 أو 400 متر خارج هذا الويناء واستخدموها آخر مرة لما انطلعوا السجناء من هذا السجن طالعوهم عن طريق حي السراديب وكمان في هذا السجن في قرف خاصة ما كنا نعرف عنها شيء يعني ما نعرف عنها لا صوت ولا شيء أبدا أبدا بعد ما تمت عملية تحرير المدينة لحتى اكتشفنا أنه في قرف ما نعرف ليش أكيد لمساجين بس ما نعرف ليش وتعرضت للاعتقال في سجون داعش في سجن البرج الأمني في مدينة الطبقة خرجت من حوالي ثلاثة أشهر ونصف تقريبا وتميت بهذا السجن ثلاثة أشهر بتهمة التعامل مع النظام السوري والتخابر أول ما دخلت السجن دخلوني إلى هذا القسم ما يسمى قسم التأديبية دخلوني من هذا الباب طبعا أنا مطمش ولكن بعدين عرفت أنه تفاصيل السجن مع مرور الزمن ندخل من هذا الباب فيختاروا لي قرفة فيه 12 قرفة تأديبية طول القرفة مترين حتى ما تصل مترين بعرض خمسين سنتين فيها السفنجة فتميت في واحد من القرف رقم خمسة تميت فيها خمسة واربعين يوم هاي المرحلة الثانية اللي انتقلت فيها من السجن التأديبية إلى الانفرادية بهاي القرفة يعني عرضة بيطلع متر ونص بطول ثلث متر ونص فيها حمام وفي كاميرات للمراغبة مراغبة السجناء أي حركة يعملها سجين مراغبة عن طريق الكاميرات 24 ساعة هاي تميت فيها خمسة يام اللي حتى حكمني الغاضي الشرعي بعد الحكم حولوني على المهجع لانه كنت خالص بالحكم ما حكموني دورة شرعية مغلغة أحييكم من جديد في العراق تقدمت القوات المشتركة داخل المدينة القديمة في غرب الموصل في إطار هجومها على آخر حصون داعش في المدينة محضرة المدنيين من الوجود في أماكن مفتوحة ودعية المتطرفين إلى الاستسلام يأتي ذلك في وقت ما يزال الألاف من المدنيين محاصرين داخل المدينة القديمة يستخدمهم داعش دروعا بشرية لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي معارك المدينة القديمة في الموصل تكتب السطور الأخيرة من فصل الحرب على داعش في نينوه قوات مهاجمة تضيق الخناق على داعش الذي يحتجز آلاف المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية لمنع تقدم القوات العراقية معارك مستعرة من جميع الجبهات وتكنيك جديد تتبعه القوات العراقية من أجل اختراق دفاعات التنظيم المتطرف فقامت بكسر خطي الدفاع الأول والثاني وتوغلت في عمق المدينة القديمة من جهة باب البيض الذي أعلنت عن تحريره قبل ساعات وأصبحت القوات العراقية على بعد أمتار من جامع النوري الشرطة الاتحادية أكدت أنها لا تزال تواصل تقدمها شمالا في حي الشفاء لتحرير المستشفى الجمهوري وأكدت أنها تمكنت من استعادة معظم أجزائه وسيطرت على مبنى كلية الطب وبينما تدور رحى المعارك في جهات المدينة القديمة ألقت القوات العراقية نحو 500 ألف منشور في سماء الموصل لإعلام المدنيين أنها شرعت بالهجوم من جميع الاتجاهات وتدعو للابتعاد عن الأماكن المفتوحة وعلى الضفة المقابلة من نهر دجلة تمركزت آليات الجيش قرب المسجد الكبير في شرق الموصل المواجه للمدينة القديمة وبدأت تبث عبر مكبرات الصوت رسائل إلى المدنيين والإرهابيين أبرزها كان رسالة موجهة لداعش تضعهم بين خيارين إما الاستسلام أو الموت تلك الخطوة جاءت بعد تشديد داعش حصار المدنيين داخل الأحياء الواقعة تحت احتلاله إذ تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مائة ألف مدني عراقي محتجزون لدى داعش كدروع بشرية في الموصل القديمة ما يجعل العمليات العسكرية أكثر تعقيدا من تلك التي خاضتها القوات العراقية ضد داعش من قبل فيما أعربت منظمة سيف دا شلدرين عن قلقها حيال مصير نحو خمسين ألف طفل أي ما يعادل نصف عدد المدنيين المحاصرين هناك تحرير المدينة القديمة في الموصل تبدو أنها أكثر العمليات تعقيدا فهي تحتاج إلى دقة عالية وحذر شديد حيث الأزقة الضيقة والمباني المتلاسقة والكثافة السكانية التي استغلها داعش إلا أن بتحريرها تكون العراق قد تخلصت من هذا السرطان الذي نهش في جسمها منذ سنة 2014 هذا وحذرت القوات الأمنية العراقية المدني من التواجد في أماكن القتال المفتوحة ضمن هذه المدينة كما دعت مقاتلي داعش إلى الاختيار بين أمرين لا ثالثة لهما فإما الاستسلام أو الموت مراسل أخبار الآن ويسام يوسف رافق قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في المدينة القديمة في غرب الموصل وعد لنا التقرير التالي هذه منطقة رئيس جهاز دغربية الموصل فمن هنا انطلقت قوات مكافحة الإرهاب العراقية لفتح خطوط صد دفاعية ومنافذ هجومية بشرت من خلالها التقدم باتجاه منطقة الفاروق في الموصل القديمة حيث جامع النور الكبير في ساعات الفجر الأولى فوجئ مقاتل داعش بالتقدم الذي حققته القوات العراقية المشتركة والتي باتت على بعد أقل من كيلومتر واحد من جامع النور الكبير حيث أعلن زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي دولة خلافته المزعومة اقتحمنا خط الصد الأول لأنه المدينة القديمة صار أكثر من ثلاثة شهر محاصرة فالعدو كان واضع خط صد من الجهة الغربية من سواتر ترابية ومعرقلات وتفخيخ للدور بالأضافة إلى العبوات الناسفة اللي مزروعة بشكل كثيف جدا وبمختلف الأنواع اليوم اقدرنا أن نقتحم خط الصد الأول وندخل إلى المدينة القديمة بعملية ناجحة اليوم سيطرنا على جزء الأول ضمن الخطة لموضوعها والمرسومة ميدانيا من قبل القيادات الميدانية وإن شاء الله سنستأنف تقدمنا يوم غد للتوغل داخل المدينة القديمة اللي حين السيطر عليها بالكامل خورة فتح خط الصد والاشتبات مع مقاتلي داعش هنا انهارت مقاومة هذا التنظيم فانطلق مقاتل قوات مكافحة الإرهاب العراقية مقتحمين الموصل القديمة عبر أرتال ضمن مجموعات صغيرة لتطهير هذه البنايات التي تركها مسلحو التنظيم الأسلوب مع العصابات داعش التكفيرية نفس الأسلوب ما يتغيير والمنطقة القديمة ما تعصى على جهاز مكافحة إرهاب مباشرين بتقدم ومستمرين إن شاء الله إلى آخر تحرير آخر منطقة من شبر العراق مقاتل داعش بعد أن تركوا خطوط دفاعاتهم الأولى تراجعوا باتجاه عرق المدينة القديمة والتي يتخذون فيها المدنيين دروعا بشرية للاحتماء بينهم أثناء تقدم القوات العراقية حاليا قواتنا بدأت تتوسع باتجاه اليمين واليسار وندحل وتكبيث خسائر فاتح للعدو من آليات ومعدات ومعنوات عالية وإن شاء الله أيام قليلة ونزف البشرة بتحريرها بالكامل ما يفصل القوات العراقية عن جامع النور الكبير هي مئات الأمتار فقط وهو المكان الذي ألقى منه البغدادي خطاب إعلان خلافته المزعومة لكن الحواجز التي وضعها مسلح داعش من الدروع البشرية في هذا الطريق هو ما يجعل القادة العسكريين العراقيين أكثر حذرا في التعامل مع هذه المنطقة ذات الأزقة الضيقة المكتظة بالسكان كلما ضاق الوقت وانحسرت المساحات على داعش في مدينة الموصل يسعى هدى التنظيم إلى فتح منافذ لهروب قادته أو يحاول إعادة نشر مقاتلي في بعض المناطق المحررة إلى أن القوات الأمنية العراقية كشفت مخططه أخيرا وهو ما أكدته الوثائق التي حصلت عليها أخبار الآن خلال عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل بينما ينهار داعش باتجاه زواله المحتوم من المدينة التي أعلن منها دولة خلافته المزعومة وهي الموصل القديمة سعى يائسا إلى فتح منافذ له تمكن مقاتليه من الهرب أو التخفيه غير أن الواقع على الأرض لم يجري وفق آماله حيث رصدت القوات العراقية تحركات مقاتليه في مناطق انتشارهم بالجانب الأيمن من الموصل ووقفت بالمرصاد لأي نشاط حاولوا الأقدام عليه في الجانب الأيسر من المدينة خبرة جمع المعلومات الاستخبارية التي اكتسبتها القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل جعلت خطط داعش ومحاولاته للإبقاء على خيوط له مكشوفة ومرصودة وبالتزام مع ذلك حصلت أخبار الآن برفقة القوات الأمنية العراقية على وثيقة هي عبارة عن تعميم أصدرته قيادة داعش لمقاتليها تكشف تحركاتهم ونشاطاتهم فيوجه داعش هيئته الإدارية بتصريف شؤون من يصفهم الأخوة في الجانب الأيسر من الموصل في الجزء الثاني من وثيقة التعميم فقد شدد داعش فيها على أن المتزوج المنتمي للتنظيم والذي ترك ذويه في ساحل الأيسر من الموصل وانتقل إلى الجانب الأيمن للقتال تتم معاملته معاملة الأعزب بدفع الكفالات ويقصد بها الرواتب ما يعني أن داعش لديه مطلوبين للقوات العراقية يتواجدون في بعض المناطق المحررة وهو ما يفسر الانتشار المفاجئ لهؤلاء المسلحين في أجزاء منطقتين الدندان والدواس جنوبي الموصل القديمة وقيامهم بقتل مدنيين وحق منازلهم وممتلكات الناس برغم هذه التحركات التي سعى داعش عبرها لنشر عدد من مقاتليه في المناطق المحررة إلا أنه لم يتمكن من التغطية على حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها على يد القوات العراقية وأبرز مثال على ذلك مقتل المئات من مسلحيه المنتمين لما يسمى بلواء نهاوند خلال المعارك وهذه أحد الوثائق التي حصلنا عليها وتظهر قتل التنظيم المنظوين في هذا اللواء جهود القوات العراقية وفعاليتها على الأرض بدعم عشائر الموصل إلى جانب الدلائل التي تشير بوضوح إلى أن داعش زائل لا محالة كلها أمور تؤكد بما لا يقبل الشك أن جميع محاولات هذا التنظيم لإعادة نشر ولو عدد قليل من مسلحيه نهايتها الفشل خاصة وأن أهل الموصل كشفوا خديعة داعش بعد أيام قليلة من احتلاله مدينتهم تستعد منظمات حقوقية عربية ودولية إلى تقديم عريضة إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بتجريم استغلال الأطفال في الحرب ضد الشرعية في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن العريضة سيتم رفعها إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عن قتل سائق السيارة التي صدمت شاحنة تابعة للشرطة في منطقة الشانسليزين في العاصمة الفرنسية وعثرت الشرطة على قوارير غاز ومسدسات كلاشنكوف داخل سيارة المهاجم وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة أكد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ألنهيان خلال زيارته إلى القاهرة على دعم الإمارات لمصر ووقوفها الثابت إلى جانب مصر قيادة وشعبا في مواجهة التطرف والإرهاب كما أنها تأمل في التعاون مع مصر من أجل عودة الاستقرار إلى المنطقة وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات حريصة على التعاون مع الأشقاء العرب للتصدي للأجندات المشبوهة التي لا تريد للمنطقة العربية الخير وتسعى إلى إثارة الفوضى والإضطراب أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مغتراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها خلايا في العين تتغلب على اختلاف التوقيت اكتشف باحثون من جامعة أدنبرا وجود خلايا بشبكية العين تدخل في عملية تنظيم دورة النوم واليقظة وهي نتيجة ربما تفتح المجال أمام تطوير طريقة علاجية للتغلب على حالة الإجهاد الناتج عن اختلاف التوقيت بسبب السفر في رحلات جوية طويلة من أخبار التكنولوجيا مشاهدين اختبنا لكم من صحيفة الغد الأردنية روبوت يؤلف الموسيقى ويعزف بنفسه مثل البشر طور باحثون أمريكيون روبوتا فريدا من نوعه بإمكانه تأليف الموسيقى بنفسه دون مساعدة وعصف النغمات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وقام الباحثون بتغذية الروبوت شيمون بقرابة خمسة ألاف أغنية كاملة ما بين مقطعات للموسيقى بيت هوفن إلى أغنيات لفريق البيتلز والمغنية ليدي جاجا والمطرب مايلز ديفز ونطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية سامسونج تطور حافظة لشحن الساعات الذكية من الموبايل تسعى سامسونج للحصول على براءة اختراع جديدة لحافظة شحن لاسلكية تستخدم تقنية الموجات المليمترية ووفقا لرسم بياني أدرجة في قائمة براءة الاختراع فيمكن استخدام هذه الحافظة لشحن الساعات الذكية والسوارات الذكية من خلال الهواتف الذكية أيضا في أخبار الصحة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية روسيا تبتكر رذاذا خاصا لاستئصال أورام الدماغ أجرى علماء روس عملية فردة من نوعها لإزالة ورم خبيث في الدماغ باستخدام رذاذ مضيء أبتكر خصيصا لهذا الغرض ويقوم الرذاذ أثناء العملية الجراحية بإضاءة أجزاء النسيج التي أصابها السرطان الأمر الذي يمكن الأطباء من الكشف عن أصغر نسيج للورم الخبيث باستخدام المجهر وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القدس واكتشاف نوع جديد من المضادات لعلاج الأمراض القاتلة اكتشف باحثون أمريكيون نوعا جديد من المضادات الحيوية مدفونة في الأوساخ اتنجح الباحثون بتطوير تقنية خاصة لفرز التربة بهدف اكتشاف مضادات بكتيرية جديدة أكثر فعالية من المعمول بها لعلاج الأمراض البشرية القاتلة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا يعد شهر رمضان من أنسب الأوقات التي يمكن فيها للصائم خسارة الوزن الزائد إذ أن الصيام يخلص الصائم من كثير من العادات الغذائية السيئة ويجعله يلتزم بأوقات محددة للطعام إذ أن الصيام لوحده يجعل الشخص ينقطع عن الطعام والشراب لفترات طويلة فيبقى على الشخص التحكم في خياراته وطريقة تناوله للطعام فكيف يستغل الصائم الصيام في إنقاص وزنه؟ الإجابة مع الزميلة مناعواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن نتابع يبحث البعض عن طرق للحصول على جسم مثالي والبعض الآخر يبحث عن طرق تخسره ولو القليل من الوزن الزائد وشهر رمضان المبارك هو فرصة لإنقاص الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة خاصة وأن مدة الصوم تستمر في متوسطها إلى أكثر من 15 ساعة ونوعية الأطعمة تؤثر كثيرا في اللياقة والصحة البدنية والنفسية لذا فالنظام الغذائي الصحي يساعد الشخص في حياته اليومية في المحافظة على التركيز وبالتالي الإنتاج وإتمام المهمات اليومية بشكل أفضل خبيرة التغذية والصحة لما أن نائلي ستقدم لنا بعض النصائح للمساعدة على خسارة الوزن دون الحرمان من تناول الأكل أو الامتناع عنه فكيف تستغل الصوم في إنقاص وزنك؟ نتابع شهر رمضان الكريم فرصة ممتازة لحتى نحن نخفض من كمية الدهون بجسمنا ينزل وزننا بطريقة صحية نخسر من الدهون لكن نحط بدالهم عضل ومي صحية بجسمنا طبعا تجنب الحلويات بيضمن هذا الشيء وتجنب مشروبات رمضان الغنية بالسعادات الحرارية والسكر كمان بيضمن هذا الشيء طبعا أول أسبوع برمضان يعني ما كتير الأشخاص لحيلتزموا بهذه النصيحة وحيكونوا شوي مشتائين لحلويات رمضان ومشروبات رمضان ممكن نتناول بكمية متواضعة لكن بباقي الشهر الكريم ما بدنا نكسب وزن بدنا ننتظم بوجبة الفطور الصحية ووجبة السحور وبين الفطور والسحور ممكن نأخذ أطعم من الفاكهة أو أطعم من كمان المكسرات المجففة غير محمصة غير مملحة أو حتى ممكن نتناول فاكهة مجففة بيكون كمان عادة صحية بتغني عن تناولنا للحلويات الشوربة حساء الشوربة وطبق الشوربة بشهر رمضان الفضيل ممكن يكون كتير عامل مساعدة خسارة الوزن لأنه غني كتير بالسوائل بعوضنا عن السوائل اللي ممكن نحن نفقدها لكن إذا كان فيه كمية ملحة كبيرة وكان فيه دهون كتيرة أو كان فيه شربة جاهزة منا مصنعة بالمنزل هون لح تكسبنا وزن مشان هيك مننا نقول ننتبه إذا بنا نخسر وزن نأكل طبق من الحساء نبتدأ فطورنا بالحساء الخضار المعمول بالبيت طبعا مصنوع بالمنزل ما يكون فيه كتير ملح ما يكون فيه كتير دهون وطبعا نمضغ طعامنا الوجبة ببطو ما نأكل كتير بسرعة بشهر رمضان بعد عن المقالي السنبوسك الكبه المقبلات الغنية بالدهون بعد عنا كرمال ما يزيد وزننا برمضان ونظل نتذكر أنه الحلويات والمقالي هي من الأشياء اللي حتزيدنا وزننا بشهر رمضان ممكن نكتفي بقطعة صغيرة مرة أو مرتين بالأسبوع إذا عنا زيادة وزن ورغبين أنه ناقص وزننا يرى خبراء التغذية أن المشي لساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين له تأثير كبير في الجسم ورشاقته وتذكر دائما غذائك حياتك في خبرنا الأخير تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد كارز ثري بإرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 53 مليون ونصف المليون دولار فيما تراجع فيلم الحركة والمغامرات واندر وومان من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإرادات بلغت 40 مليون و800 ألف دولار وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين الطائرات الروسية تستهدف أحياء درعا معلنة انتهاء الهدنة في المدينة تنظيم داعش محاصر في الموصل القديم وأفراده يحتمون بالمدنيين ومنظمات حقوقية تطالب بتجريم أممي لاستغلال الحوثيين للأطفال بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين الكرام بعد أقل من نصف ساعة في مجازد الأنباء ترجمة نانسي قنقر